والآن أدعو معالي الأمير العام لجمعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط لإلقاء كلمته فليتفضل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو السيدات والسادة حرب إسرائيل على قطاع غزة ليست الأولى ولكننا جميعا نرغب ونأمل في أن تكون الأخيرة إسرائيل تمنت منذ اليوم الأول لاحتلالها لهذا القطاع أن يختفي سكانه يهجروه أو يهجروا منه ووصلت بها التمنيات المريضة إلى تصريح أحد وزراءها العنصريين بأنه ينبغي ضرب القطاع بالنووي إلى هذا الحد هناك حقد إسرائيلي ضد سكان قطاع غزة الصامدين المقاومين المثابرين الذين يستحقون منها كل احترام وتقدير ودعم قتلت إسرائيل حتى تاريخه أكثر من 11 ألف مدني 70% منهم من النساء والأطفال في حملة تطهير عرقي وإبادة جماعية وعنف ممنهج على مرأة ومسمع من العالم وأجمع عنف ودم يزرعان الكراهية لأجيال قادمة شهر كامل ونحن نطلب من القوى الدولية ومجلس الأمن أن يعفي المدنيين الفلسطينيين من شر الحملة الانتخابية الإسرائيلية البشعة والمجلس يفشل المرة طول الأخرى بإصرار قوة معينة على عدم تقييد أيدي إسرائيل في الرد على عمليات 7 أكتوبر بل وعلى توصيف ما تقوم به من مجازر وحشية بأنه دفاع عن النفس صحاب الجلالة والفخامة والسموي لدي ثلاث نقاط قصيرة جدا أرى أهمية في التأكيد عليها أولا أن الوقف الكامل لإطلاق النار هو أولوية ينبغي أن يعمل كل من له قدرة على السعي لتحقيقها أولوية تجب كل اعتبار آخر ومن يعمل على عدم توسيع رقعة الحرب يجب أن يعي أن استمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية في البطش بأهل غزة هو الذي من شأنه رفع احتمالات المواجهة الإقليمية ثانيا التهجير القصري بكل صوره لسكان غزة أو الضفة أو القدس الشرقية هو جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وهو مرفوض من الفلسطينيين والعرب والعالم ولكن قوة التطرف الإسرائيلية بخيالها المريد لا ترغب في التخلي عن تمنياتها بعمل ترانسفير تاني وهو أمر لن يتحقق ولن نمكنهم من تحقيق أمنياتهم الفاشية ثالثا وأخيرا لا حديث عن مستقبل غزة بالانفصال عن مستقبل الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة فهذه عناصر إقليم الدولة الفلسطينية على أساس خطوط 4 يونيو 67 وعلى كل حال فإن كل الحديث عن التعامل الأمنية مع قطاع غزة دون حديث عن الحل السياسي للقضية ودون آلية لتطبيق هذا الحل يعد تضييعا للمزيد من المقت ومن شأنه أن يعود الأمور إلى المربع رقم واحد مرة أخرى صحاب الجلالة والفخامة والسمو بدأت بعض الدول في الغرب وبالذات في أوروبا في التجاوب مع فكرة تنظيم مؤتمر دولي للسلام تتعامل مع كيفية التطبيق حل سياسي للصراع يقوم على أساس حل الدولتين ورغم المواقف المشينة وغير المتوازنة التي صدمتنا ولا تزال من جانب عدة دول ومسؤولين فإن الرأي العام العالمي كما تعبر عنه الشعوب يمر بحالة استفاقة بعد أن صح على القبح الشديد للمذابح المرتكبة على يد الاحتلال وهنا فإنني أرى جدوى في التجاوب عن صار ذلك التوجه الداعي إلى مؤتمر دولي لعله يصل بنا إلى تكسيد مصار سياسي يطبق حل الدولتين الذي ينشده العالم كلهما عدى قوة الاحتلال أن طريق إعادة الأمور إلى طبعتها في غزة البسلة سيكون طويلا وصعبا وأثقه أن الدول الأعضاء ستقدم كل الدعوة والمساندة فأهل غزة يستحقون وقوفنا جميعا إلى جوارهم في مواجهة أثار الأدوان أخيرا ندعو الله أن يخفف عن أهالي الضحاية وعن المصابين والمجلومين ونترحم على الشهداء كل الشهداء ونتذكر أيضا في هذا المقام الرئيس الشهيد ياسر عرفات الذي يصادف اليوم ذكرى اشتشهاده ونأمل أن يتلقى أصحاب الضمائر الحرة في العالم رسالتنا بالوقف الفوري لهذه الحرب الشريرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر